من ساعة ما أنا جيت البرنامج ده واتشرفت بأن أنا أشتغل فيه وأنا اتفاقت معاكو على اتفاق الاتفاق ده متعلق بإيه؟ متعلق بإنه أنا عمر يجذبت على حد قبل كده؟ لا أظن هل ضبطت قبل كده إن أنا بغير كلام أو بقول عجسه؟ لا أظن ليه؟ بقول الكلام ده لأنه أظن إن إحنا فيه ما بيننا مساحة واسعة من المصدقية سواء إذا كنت وأنا في أون تيفي وأنا في القناة الأولى فأنا أعتقد أعتقد أظن ذلك وصححوني لو أنا غلطان فيه عندنا مساحة مصدقية ما بيني وما بين حضراتكم طيب وعشان كده تلاقيه دايماً بحاول في بداية كل حلقة أفطفض معاكو بكلمتين أتفك معاكو بحاجة كده رأدة على قلبي تبقى مدايقاني جدا تعالوا وعد نفكر مع بعض إحنا كبلد مثلا شوف إحنا عادين بنعمل إصلاحات هيكلية في الاقتصاد علشان نبقى واحد من أكبر الاقتصاديات مش بس في المنطقة العربية ولكن في العالم وأنا سابق وقلت لك وجماعة تأديرات أكبر المؤسسات الاقتصادية في العالم قبل كورونا على طول أن مصر من ضمن أقوى 20 اقتصاد بحلول العام 2030 حصلت الكورونا كنا طبعا نتخضينا لكن الحمد لله مؤشراتنا الاقتصادية كانت جيدة جدا تبقى للمعايير بقى بتاعت العالم أثناء الجائحة وبعدين نلاقي نفسنا شوف كل دي مقدمة بالمناسبة لأن ده مش الموضوع الرئيسي وبعدين نلاقي نفسنا أن احنا الاقتصاد الأكثر سباتا ورسوخا ونموا في المنطقة بالكامل زائد قرتنا الأم قرت إفريقيا حلو هل يعقل أن بلد عامل هذا الحجم من الإنجاز الاقتصادي وعمل ما شاء الله وعمل هذا الحجم من الاستقرار السياسي وعمل هذا الحجم من قدرتها على استقرار واسطة باب الأمن في البلاد وعلى الحدود يعني في الداخل وعلى الحدود بتاعتها حلو كده الحمد لله وشكر الله ما شاء الله هل يعقل أنه يبقى بدل ما يكون شغلنا الشاغل هو اقتصادنا سياستنا امننا احنا بقى هنا المواطنين أنا وحضرتك وغيرنا اقتصادنا السياسات بتاعتنا أمننا القومي ثقافتنا مثلا نقول إي تاني تعلمنا صحتنا معدلات إنتاجيتنا أنا أفترض أنه دي تبقى أكتر حاجة بتشغل المواطن ويتناقش فيها ويفكر فيها ويشوفها نقدر نعمل إيه وكل واحد فينا حتى ولو بمنظور فردي جدا 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 في قضيق نطاق يفكر إزاي يقدر إنه هو يحسن من مستوى معيشته ودخله ويطور من نفسه ويكبر عيلته وهولاده وما إلى ذلك يكبرهم مش يعني العدد بالمناسبة يكبرهم يعني يعلي كده من مراتبهم ربنا يعلي من مراتبكو جميعا يعني العدد تتعلم حلو وتتعليق حلو وتلبس حلو نارعي أهلينا وأبهاتنا وأمهات دي الحاجات اللي فهودة إنها تبقى مجغولين بيها فلو إحنا نشغلنا بيها على مستوى فردي قبلة تتغير بتغيير أسرع بكتير من اللي إحنا فيه بتلاقي إنه دايما رئيس الدولة والحكومة عمالين تا 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 وإحنا لسه قاعدين مجغولين بأمور غريبة جدا أمور غريبة زي إيه في حاجة واجعل دماغي بقى لها كتير هو إيه قصة مطربين المهرجانات اللي فجأة جالهم إحساس إنه هم فوق المحاسبة الانتاتشبلز كان فيه فيلم كده عن المافيا في الإيطالية في أمريكا كان اسمه دي انتاتشبلز أظنك كان بتاع شون كوندري كويس فيلم عمره جي 20 سنة مثلا المهم إيه حكاية مطربين المهرجانات اللي عندهم ظن أو عندهم تصور إنه باعتبار إنه فتح له تشانل على يوتيوب وقال عليها أغنيتين وعمل له حفلتين ورح غنى في فرحين وكم حفل الطهور على كم حفلة عيد ميلاد فعمل ملايين ربنا يرزق الجميع مش قصتي حلو لكن إنه لا يمس محدش يقدر يعمل له حاجة اللي تأدى بتلاقي تجرامة تلاقي بلطجة تلاقي موبقات بتحصل للأسف الشديد تعاطي مش عارف إيه شرب مش عارف إيه نركن في الممنوع نمشي عكس الاتجاه نمشي نتخانق مع الناس في الشوارع ندي ده بالبنية ونرزع ده بالحزام هو فيه إيه فيه كده كان مقولة أحيانا كانت تنسب للرسول عليه أفضلته السلام وأحيانا تنسب إلى سيدنا علي الإمام رضي الله عنه وأرضى سيدنا علي بن أبي طالب لا تكرموا السفهاء حقيقي السفيه لا يكرم السفيه ما يتعاملش أبدا على إنه شخص كويس ولا نجم ولا مهم ولا تحاول أن تقابله بأي شكل من أشكال الترحاب أو التعظيم خالص السفيه اللي من النوع ده اهمله تمام إنت عم يوسف ضد المهرجانات يعني لا أنا من الناس اللي شايف أنها موسيقى موجودة زيها زي أنواع مختلفة أن الموسيقى موجودة في البلد ده حاجة حاجة تانية ده أنا هزيدك من الشعر بيت ده موسيقى المهرجانات مربوطة بالأساس أو أساسها الرئيسي هو بيت ريذم كده ده اللي احنا بنسمعه للناس اللي زي حالتي اللغاوية تروح تحضر مولد السيدة الزينب مولد سيدنا الحسين لما تيجي تسمع البيت الرئيسي بتاعها ده ده من الموالد حلو تمام فهي جزء لا يتجزأ من الثقافة الموسيقية بتاعت المصريين ماشي ماشي هل ضدها لقى عم يوسف مش ضدها لا يا مولانا أنا مش ضدها خالص أنا ضد بالتأكيد إذا كانت الأغنية فيها أي ألفاز خرجة أو إحاقات غير أخلاقية أو أنا ضد ده لكن موسيقى وتبقى شغالة الناس تشتغل وتغني وتعمل الحفلات وترزق أهلا وسعلا لكن إنه يجي مطرب أو اتنين أو تلاتة يفتكر إنه هو لما تشهر وعمله كام ألف دولار كل شهر من اليوتيوب على الحفلات على الطهور فهو كده خلاص لا يمس لا لا عجبني قوي لما تضرب على إيد واحد بالقانون وتكلبشت له العربية عجبني قوي لما تسحبت الرخص عجبني قوي لما تحول نيابة بإيه بالقانون ظابط ظابط يفرح يشرف حلو طب ما تقول الأسامي لا مش هقول الأسامي قولي ليه أقولك عشان أنا مش مشغول بالإسم ومش عاوزك تتشغل بالإسم أنا عاوزك تتشغل بالفكرة بالمنطق في حد ذاته يا جماعة لا تكرموا السفهاء اللي عاوز يمشي عدل وبأدب ويراعي الأدب والأخلاق والقانون أهلا وسهلا اللي مش عاوز تخشبته القديمة لسه موجودة يعني ما كانوا في التخشيبة لسه موجود ده حقيقي أنا بس مش عايز أقولك أسماء لأنه في بعضهم مش هقولك كلهم في بعضهم عيال مسجلة ما احنا مش عاوزين نخلط العطل بالباطل في منهم ناس زي الفل ومحترمين وميت فل واربعتشر وبنسمعش عنهم حاجة وحشة وفي ناس لازم يرجع تاني إيه على مركزه كما كنت نصيحة لا تكرم السفاء